استضفنا سابقا شركة مامو باي اللي هي الشركة للتكنولوجيا المالية الآن حصلت شركة مامو للتكنولوجيا المالية واللي بتتخذ من الإمارات مقر لها على أيضا رخصة الابتكار للعمل من مركز دبي المالي العالمي وتم منح الرخصة للشركة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لممارسة النشاط المنظم لتقديم الخدمات المالية ولتسمح لهذه الرخصة باختبار منتجاتها خدماتها في السوق اللي عم بيشهد تطور نمو سريع جدا تحديدا في قطاع الفينتيك وذلك وفقا طبعا للشروط اللي بتحددها سلطة دبي للخدمات المالية ومن المتوقع أيضا أنه يشهد مجال المدفوعات من شخص لآخر في منطقة الشرق الأوسط نمو من 22 مليار دولار في 2019 ليبلغ 115 مليار دولار يعني حوالي خمسة أضعاف مع حلول العام 2023 وهناك 1.7 مليون شخص في الإمارات وحدة لا يتعاملوا مع البنوك وهم يمثلوا 32% من العمالة ويعتبر هي نسبة كبيرة جدا أيضا قامت مامو بجمع 8 ملايين دولار في آخر جولة تمويلية لها والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي بقيادة Global Ventures مع عدد من المستثمرين الآخرين ومثل ما عم نشوف قطاع الفينتيك فعلا بنمو وتطور ضخم جدا ترجمة نانسي قنقر